منذ اللحظة الأولى لاندلاع الاشتباكات في غزة وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف اتصالات مصر مع جميع الأطراف ذات الصلة فمصر على اتصال مباشر مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وكذلك الأطراف الإقليمية والدولية سواء على مستوى الرئيس السيسي أو وزارة الخارجية والجهات المعنية وفي هذا الإطار تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتاريش وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجمهورية أن الاتصال تضمن استعراض مستجدات الأوضاع في قطاع غزة على كافة الأصعدة بما في ذلك الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق للهدنة في القطاع كما تناول الاتصال بحث ما تتطلبه الظروف الراهنة من تضافر لكافة الجهود الدولية لإنجاح مساعي الوساطة الحالية سعيا لتحقيق انفراجة لهذا الوضع المتأزم وتجنبا لتوسيع دائرة الصراع فضلا عن ضمان الإنفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإغاثية لكافة مناطق القطاع تضمن الاتصال أيضا التحذير من العواقب الإنسانية الهائلة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية وزارة الخارجية المصرية ذكرت في بياننا أن مصر دعت كل من حماس وإسرائيل إلى إبداء مرونة من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى هدنة في غزة توتيح أيضا إطلاق سراح رهائنا محتجزين في القطاع الفلسطيني وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن شدد وزير الخارجية سامح الشكري على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت واتفق الوزيران على أهمية حث الأطراف على إبداء المرونة وبذل الجهود اللازمة للتوصل لاتفاق هدنة يضع حدا للمأساة الإنسانية ويسمح بنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة ومستدامة تلبي الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع مصر جددت أيضا تحذيرها لكافة الأطراف من تداعيات التصعيد الحالي في رفح الفلسطينية حيث أكد مصدر رفيع المستوى أن الوفود المشاركة في محادثات القاهرة قد غادروا للتشاور في ظل استمرار بعض النقاط الخلافية التي لم يتم حسمها موضحا أن مصر جددت تحذيرها للمشاركين في المفاوضات من خطورة التصعيد حال فشلت المفاوضات في الوصول لاتفاق هدنة وأشار المصدر إلى أن الوفد الأمني المصري يكثف جهوده لإيجاد صيغة توافقية حول بعض النقاط المختلف عليها وتقريب وجهات نظر الطرفين في ظل التطورات الأخيرة بقطاع غزة